التاسع من نيسان عام 2003 تأريخ لن ينسى فما زال العراقيون يعيشون توبعه وتأثيراته السلبية حتى اللحظة الراهنة حيث تكرست بعد هذا التاريخ مفاهيم جديدة في العراق منها التقسيم العرقي والطائفي للمجتمع العراقي بلغت الفتنة الطائفية ذروتها في السنين اللاحقة متخذة أشكالا شتى كان نتيجتها تدمير العراق دولة وقيما وحضارة فضلا عن إزهاق أرواح آلاف الناس دون ذنب وتشريد الملايين من مدنهم فضلا عن مشاريع تقسيم العراق إلى كيانات عرقية وطائفية هزيلة أنتجت الطائفية السياسية في العراق الجديد طبقة سياسية فاشلة وفاسدة وظفت الغرائز الطائفية ضد خصومها أو شركائها السياسيين من الطوائف الأخرى فأدت إلى صراعات دامية ما زالت مستمرة وإيقاف أعملية التنمية والرجوع إلى الوراء عشرات السنين وتفشي ظاهرة الفساد وانتشار البطالة لسيما بين الشباب إلى جانب تعاطي المخدرات وتراجع التعليم بأنواعه وانهيار الأمن ومنظومات القيم والأخلاق وتفتيت النسيج الاجتماعي وهجرة الملايين لسيما الكفاءات العراقية وأساتذة الجامعات وفسح المجال واسعا أمام التدخلات الخارجية لم تتوقف محاولات الطبقة السياسية منذ عام 2003 لتحويل الطائفية السياسية إلى طائفية مجتمعية في العراق لتحقيق مزيد من الهيمنة والنفوذ للأحزاب والميليشيات الطائفية الممسكة بخناق العراق منذ خمس عشرة سنة ترجمة نانسي قنقر